موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 4 اليونت الثاني الدرس الرابع What's it like كيف تبدو موجودة في صفحة 28 من كتاب الطالب صفحة 26 من كتاب النشاط قبل ما يبدو الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسم الأستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي صفحة 28 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة What's it like كيف تبدو طبعا كيف تبدو عن الحيوانات يقصد بيها كيف تبدو الحيوانات شين صفاتهم Look at the pictures انظر إلى الصور Read and underline the adjectives اقرأ النصوص اللي تحت الصور وضع صح على ال adjectives adjectives الصفات That tells us about the animals اللي تخبرنا عن الحيوانات كل حيوان إلى صفة هذه الصفة تخبرنا عن كيفية الحيوان كيف يبدو يريدنا نقرأ النص ونجرخب جو صفات الحيوانات فمثلا نمبر وان اولا A horse is fast الحصان سريع وين الصفة اللي بتجملة؟ الصفة هي fast سريع صفة الحصان انه fast سريع نمبر تو ثانيا A shark is dangerous القرش خطير شنو الصفة اللي بتجملة؟ شنو صفة القرش؟ صفة القرش انه dangerous خطير لذلك نجرخط جو كلمة dangerous نمبر ثري ثالثا A cat is playful القطة محبة للعب شنو صفة القطة؟ playful محبة للعب لذلك نجرخط جو كلمة playful بعد ما اجرنا خطوط جو ذن الصفات طبع ذن الصفات راح نجي نعرف شنو المطلوب حفظة من ادهن بباشي تفيدنا وشون تجينا بالامتحان ننتقل الى اسفل الصفحة write the adjectives in the correct box اكتب الصفة في الصندوق المناسب منطيني حقلين الحقل الاول positive positive معناها ايجابي اهنا نكتب الصفات الايجابية عدنا مجموعة من الصفات انطلع الصفات الايجابية نكتب هنا بهذا الحقل والnegative السلبية الصفات السلبية عدنا مجموعة من الصفات الايجابية والصفات السلبية نكتب الصفات الايجابية هنا والسلبية هنا بعد ما نكتب الصفات الايجابية والسلبية راح نعرف شنو المطلوب حفظة من هذا النشاط والنشاط اللي قبله اولا كلمة intelligent intelligent معناها ذكي نلاحظ من خلال الصورة انه محب للقراءة لذلك هو intelligent ذكي هذه صفة positive ايجابية low negative سلبية اكيد صفة الذكي هي صفة positive ايجابية لذلك نكتبها بالحقل الاول lazy كسول هذه الصفة positive ايجابية low negative سلبية اكيد صفة الكسول هي صفة سلبية gentle gentle معناها لطيف هذه صفة positive ايجابية low negative سلبية اكيد صفة اللطيف جنتل هي صفة positive ايجابية playful playful محب للعب هذه الصفة positive ايجابية low negative سلبية اكيد هذه الصفة ايجابية هي اصلا مكتوبة بالحق الاول بحق الصفات positive الايجابية friendly الصفة الاخرى friendly friendly ودود محب للصداقة هذه الصفة positive ايجابية low negative سلبية اكيد friendly صفة ايجابية لذلك نكتبها بالحق الاول greedy greedy معناها جشع محب للأكل هذه صفة positive ايجابية low negative سلبية اكيد هذه الصفة negative سلبية لذلك نكتبها بالحق الاول dangerous 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 خطير هذه الصفة positive ايجابية low negative سلبية اكيد هذه الصفة سلبية هو اصلا كاتبة بالحقل الثاني حقل الصفات السلبية بعد ما عرفنا الصفات ومعانيهن وعرفنا الصفات السلبية والصفات الايجابية بقعدنا شن المفروض نحفظه من ذن الصفات اولا ذن الصفات لازم احفظهن املاء ومعاني جدا مهمات بسؤال الاملاء من الممكن يجيب ليها على شكل حروف ناقصة او حروف مباثرة او على شكل قسميا مثل ما رح نجي نوضح بتمرين اي اذا لازم احفظ املاء هذه الصفات لانها صفات جدا مهمة وكذلك معانيها fast سريع اللي خدناها بالنشاط السابق playful محب للعب lazy كسول friendly ودود dangerous خطير intelligent ذكي greedy جشع gentle عطوف او لطيف وكذلك لازم نحفظ اسمال الحيوانات احنا ما اخذيها بمراحل سابقة بخصوصا مرحلة الرابعة الابتدائي الحيوانات فمثلا horse حصان cat قط panda دبل panda lion اسد mouse فأر shark قرش dolphin دولفين والدوغ الكلب ومونكي القرد ليش استاذ نحفظ اسمال الحيوانات لان بعد دقائق راح نعرف انه لازم نحفظ كل الحيوان والصفة الخاصة بي لذلك اذا ما اعرف اسم الحيوان ما راح اعرف الصفة الخاصة بي اذا بعد ما عرفنا الصفات لازم اعرفها املاء معاني واسمال الحيوانات كذلك لازم احفظها معاني ننتقل الى التنشاط اللي بأسفل الصفحة مكتوب listen what are they like استمع كيف تبدو هذه الحيوانات write the adjective for each animal اكتب صفة كل حيوان كل حيوان من ذن الحيوانات عنده صفة منطيني ذن الصفات وزعها على الصور المناسبة صور الحيوانات المناسبة زيان انا شو عرفني شو نعرف الحيوان شنو صفته من خلال المقطع الصوتي راح نعرف صفة كل حيوان وبعدها لازم نحفظ صفة كل حيوان لان الاستاذ بداخل الصف قبل ما نسمع المقطع الصوتي نوضح لن الملاحظين يجب حفظ كل الحيوان وصفته والاستاذ داخل الصف راح يسألني يقول لي what is او are the زائد اسم الحيوان like مثلا what is the panda like كيف يبدو دب الباندة شنو صفته نستخدم ال is اذا كان الحيوان هذا ندنسل عنه مفرد واذا كان جمع مثل ال دولفنز جمع اقول what's are نستخدم ال is للمفرد وال are نجمع هاي نعرفها فالاستاذ راح يسألني بداخل الصف مثلا يقول لي what are the dogs like كيف تبدو هذه الكلاب شنو صفتهم الطالب لازم يعرف يجاوب شنو نجاوب اذا كان اللي سألني عليها مفرد اقول it is واذا كان السألني عليها جمع اقول they are هاي نعرفها it is لن الحيوان غير عاقل والذيار اذا كان جمع زائد الصفة المناسبة مثلا قل لي what are the dogs like كيف تبدو هذه الكلاب مثلا الطالب يقول لي they are friendly انها ودودات ليش قلنا they are لانهم جمع فالطالب لازم يعرف السؤال والجواب هسا ننتقل الى المقطع الصوتي على الموض نعرف صفة كل حيوان نحل صفات الحيوانات على اساس المقطع الصوتي ووراها نعرف شون الاستاذ يسألنا وشون نقدر نجاوب دعنا اسمع المقطع الصوتي اول شي track 26 unit 2 lesson 4 listen what are they like write the adjective for each animal and look at the little dogs they are very friendly look at the little mouse it's very greedy it's eating an enormous piece of cheese and look at the monkey it's intelligent it's reading a book and eating a banana too what's the panda like it's lazy it likes sitting in a tree and sleeping what are the dolphins like they're very playful they like playing games with other dolphins what's the lion like it's dangerous it's very dangerous اذا لاحظنا من خلال المقطع الصوتي انه وصلنا الحيوانات كل حيوان بالصفة الخاصة بي فهنا الاستاذ راح يسأل بداخل الصف يسأل يقول what are the dogs like ليش قلنا are لأن dogs جمع what are the dogs like كيف تبدو هذه الكلاب شون صفتهم الطالب يجاوب بما انه نجمع اقول they are friendly انها ودودة يسأل الاستاذ مرة ثانية what is the panda like ليش قلنا is لأن الباندا مفرد what is the panda like كيف يبدو دب الباندا الطالب يجاوب بما انه مفرد it is lazy انه كسول يسأل المرة ثانية what are the dolphins like الطالب يجاوب they are playful انها محبة للعب الاستاذ يسأل المرة ثانية what is the monkey like الطالب يجاوب it is intelligent انه ذكي يسأل الاستاذ مرة ثانية what is the lion like الطالب يجاوب it is dangerous انه خطير what is the mouse like كيف يبدو الماوس الفر it is greedy انه جشع محب للأكل هذا ما يخص هذه الصفحة عرفنا شون نسأل وشون نجاوب عن صفة حيوان معين وعرفنا لازم نحفظ الحيوانات كل حيوان شون الصفة مالته وشون نعبر عن صفة الحيوانات ننتقل الى اسفل الصفحة listen to your partner استمع الى زميلك and guess the animal وحاول ان تخمن الحيوان هنا مثل الحزورة الطالب الاول يسأل الطالب الثاني يقول لي it is friendly انه ودود and intelligent وذكي يا حيوان يقصد بي فالطالب الثاني لازم يحزر يقول لي I know مثلا it is a dolphin انه الدولفين فالطالب الثاني يقول لي yes that's right نعم ذلك صحيح انه ودود وذكي الدولفين ودود وذكي وانه بالطالب الاول يسأل حزورة مثلا يقول لي it's dangerous انه خطير يا حيوان اقصد بي which animal اي حيوان اقصد بي فالطالب الثاني يحزر مثلا يقول لي it's shark انه القرش او the lion الاسد الاخر مجرد محادثة داخل الصف نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث هنا انا يذكرني يقول لي he and she are four people نستخدم he والشي للناس اله المذكر والشي للمؤنث ال it for animals ال it نستخدمها للحيوانات باعتبارها غير عاقل and for things والاشياء هذه الملاحظة ذكرناها بدروس سابقة واليوم عدناها ننتقل الى كتاب النشاط تمرين أي write the missing letter اكتب الحروف الناقصة هذا تمرين تمرين املاء جدا مهم بالامتحان التحريري مثل ما ذكرنا بداية الدرس ان الصفات لازم احفظها املاء هاي الصيغة اللي ممكن تجيني بها بالامتحان الصفة نقسمها الى قسميا فانو لازم اوصل القسم الثاني بالقسم الاول المناسب مثلا كلمة play شنو تكمل امالتها اللي هي محب للعب اخذناها ولازم انا احافظ املاء الصفات فاقول playful playful محب للعب beauty شنو هاي المناسبة لهذه الصفة كذلك full beautiful جميل danger شنو هاي المناسبة لها dangerous خطير greed شنو هاي المناسبة لها حرف الواي صير greedy جشع lazy شنو هاي المناسبة لها كذلك الواي lazy كسول intelligent شنو هاي المناسبة لها ant intelligent ذكي friend شنو هاي المناسبة لها friendly ودود gent شنو هاي المناسبة لها le gentle اللي هي لطيف هذا ما يخص تمرين اي تمرين جدا مهم ومن الممكن يجيب ليها بصيغ ثانية يحذف حرف او حرفين او الحروف يكون مخربطة على شكل حروف مباثرة ويطلب من اندي نرتبها لذلك ضروري جدا ان احفظ ملاق الصفات ننتقل الى تمرين ب استخدم خمسة من الصفات اللي حليناها قبل دقيقة لإكمال الجمل التالية هذا تمرين تمرين جدا مهم يجيني اما على شكل اسقاط او على شكل اختيارات يعتمد على معاني الصفات اذا ما حافظ معاني الصفات ما اقدر احل هذا النوع من الاسلة واسه رح نجي تشوف شون يعتمد على معاني المفردات فمثلا number one اولا my little cat is very فراغ قطتي جدا فراغ شن صفتها خلنا نجي نشوف تكملة الجملة عن المود نعرف من حل she runs around the room with her ball هي تركض حول الغرفة مع كرتها شن الصفة المناسبة للجملة بما انه هي تركض دائما بالغرفة بالكرة اذا القطة محبة للعب شنو محبة للعب اخذناها playful لذلك انا لازم حافظ معاني الصفات عن المود اقدر اجاوب ها النوع من الاسلة number two ثانيا my little brother ate all my sweets اخي صغير اكل كل حلوياتي he is very فراغ انه جدا فراغ شنو الصفة المناسبة للفراغ بما انه اكل كثير من الحلويات صفته انه جشع greedy محب للأكل فاقول greedy number three ثالثا my friend هاني is the best in the class صديقي هاني هو الافضل في الصف at maths في مادة الرياضيات I think he is really فراغ اعتقد بانه حقا فراغ شنو الصفة مناسبة بالفراغ بما انه الافضل بالصف اكيد صفته ذكي فاقول intelligent ذكي there are two new pupils in our class هنالك اثنان من التلاميذ في صفنا our teacher says قال معلمنا we must be فراغ to them يجب ان نكون فراغ نحوهم شنو الصفة المناسبة للفراغ اكيد ودودين يجب ان نكون ودودين معهم فنقول فنقول friendly ودودين نمبر 5 خامسا tomorrow is holiday غدا عطلة I am going to be very فراغ سوف اكون جدا فراغ and watch tv all day واشاهد التلفاز طوال اليوم اللي شاهد التلفاز طوال اليوم شنسميه شنو الصفة المناسبة له اكيد كسول فاقول lazy هذا ما يخص تمرين بي تمرين جدا مهم من الممكن نجيلي بالسؤال الرابع على شكل اسقاطات مثلا نخليلي لني كلمات فوق على شكل اسقاطات اسقط الصفة المناسبة بالفراغ المناسب او على شكل اختيارات يجيب لي احد الجمل ويخيرني بين صفتين كل صفة اتناسب جملة معينة اما تمرين c look at the alphabet انظر للحروف الابجدية منطين الحروف الابجدية ناقصة and write the missing letters اكتب الحروف الناقصة احنا نعرف الحروف الابجدية ونعرف ترتيبهن فهو منطين a b الحرف الناقص c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z هذين الحروف الابجدية كملتهم يقول لك انظر لهن واكملهم بعدها تمرين دي put the words in alphabet order رتب الكلمات منطيني مجموعة من الكلمات المبعثرة من ناحية الترتيب الابجدي ضع هذه الكلمات بالترتيب الابجدي احنا نعرف شون نرتب الكلمات بالترتيب الابجدي اجي اراجع الحروف الابجدية اشوف حرف ال a اكو كلمة تبدو بحرف ال a اذا اكو اخليها اول شي واذا ماكو انتقل لحرف ال b اكو كلمة تبدو بحرف ال b وهكذا مع البقية لحد ما ارتبهم ترتيب الابجدي اكو كلمة تبدو بحرف ال a ما لقيت انتقل الى حرف ال-E اكو كلمة تبدى بحرف ال-E ما لقيت انتقل الى حرف اللي بعدها F نعم لقيت كلمة flag اخلي كلمة ثالثة كلمة flag وهكذا مع البقية G اكو كلمة تبدى بحرف G ما لقيت H نعم لقيت كلمة house اخلي كلمة house I intelligent اخلي كلمة intelligent بعدها J G نعم Japan لكن اخلي حرف الكبير لان نعرف انه البلدان يكتب الحرف الاول منها كبير بعد K اخلي كلمة كلمة k نعم كلمة kliatcha L اخلي كلمة بحرف ال-L نعم كلمة lazy وهكذا M اخلي كلمة ماكروني اخلي كلمة ماكروني N اخلي كلمة تبدى بحرف ال-N ما لقيت انتقل على الحرف اللي بعدها O دورت ما لقيت انتقل للي بعدها P كلمة panda اكتبها وبعد Q دورت ما لقيت R دورت ما لقيت الى حرف Z كلمة zoo هذا ما يخص الترتيب الأبجدي للكلمات قدرنا نرتب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي بمجرد اني راجعت الحروف بالتسلسل بعض التلاميذ يسأل يقول لستاذ اذا لقيت كلمتين يبدأ بنفس الحرف وبهاي الحالة انتقل للحرف اللي بعده اشوف يا حرف اللي سابق الثاني الكلمة اللي سابق حرفها الثاني اخليها اول شي هذا ما يخص تمرين دي من الممكن يجيري بالامتحان بسؤال ام لا يجيب لي بعض الكلمات يقول لي رتبها بالترتيب الأبجدي عليها خمس درجات ننتقل الى تمرين اي Read the words اكتب الكلمات Are they in alphabet order هل هذه كلمات بالترتيب الصحيح tick ضع صح على ال yes اذا كانت الاجابة صحيحة اذا كانت مرتبات ترتيب أبجدي وعلى no اذا كانت الاجابة خاطئة يعني ما مرتبات فأقرأ مثلا number one اولا food nationality elephant cheese kangaroo احاول اشوف اول شي كلمة بحرف A ماكو B كلمة تبدي بحرف B كذلك ماكو C كلمة بتبدي بحرف C نعم كلمة cheese وهو خالها رابع كلمة اذا هاي مرتبة ترتيب أبجدي اكيد ما مرتبة المفروض تخليها اول كلمة لان اول حرف لاقاني هو حرف C لذلك اخلي الصح على كلمة no number two ثانيا كذلك نفس الشي هما شوفت مرتبة ترتيب أبجدي A ماكو كلمة تبدي بحرف A B كذلك ماكو C نعم capital هو خالها اول شي لحد الان ترتيبه صحيح A B C D ماكو كلمة بحرف D E F نعم F موجودة خالها ثاني كلمة و كذلك غيم و لندن و زو يكون هم مرتبات ترتيب أبجدي لذلك اخلي الصح على الاس اذا الاول ما مرتبة و الثاني مرتبة تمرين F Now write the words in the correct order رتب الكلمات بالترتيب الصحيح بما انه هم مرتبة رحت ارتبها ترتيب صحيح بش يصير اول شي حرف C اللي هي كلمة cheese وبعدها حرف E اللي هي elephant وبعدها food وبعدها نشناليتي يكون ترتيبها الأبجدي بهاي الطريقة اما الثاني هي مرتبة ترتيب صحيح فأخليها مثل ما هي هذا ما يخلص درسنا لهذا اليوم عرفنا مجموعة من الصفات و قلنا لازم نحفظ الصفات كاملاء و معاني و كذلك لازم نعرف كل حيوان شن صفته شون نسأل عن صفة الحيوان شون نجاوب على هذا السؤال و شون يجينا بالامتحان التمارين المهمة و كذلك تمرين A اللي هو تمرين املاء وتمرين B اللي هو يعتبر السؤال اسقاطات يجينا بالسؤال الرابع بالاضافة الى الترتيب الأبجدي للكلمات ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤالة و سفسارة و اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة